طيب أنا ضد الحب المشروط والحب صاحب القرار يعني أنا مقرر فعلاً زي ما قلت يا شادي أنا مقرر أتجوز عشان أخلف مش أقولك بقى أتقرر أحب لا أنا مقرر أرتبط بالبنت دي عشان أتجوز وأخلف وفي ناحية تانية اتنين بيحبوا بعض المفروض تعال بقى إيه إحنا دوقتي مثلاً مرتبطين تروح إنت جاي شادي مننزل علي قراراتك خلي بالك إحنا في البيت لما تخانق ما تكلمنيش مش هتشتغلي بعد الجواز معرفش تعمل إيه فيه أنت بتملي علي شروطك فهل في حب في شروط أصلاً طيب إحنا نشيل كلمة عشان أول ما نحط كلمة عشان أنا أحب عشان أعرف إن في حالة غلط لأن الحب مش عشان أنا أحب معرفش ليه أنا هدي للأدامي معرفش ليه مفيش عشان لأ يعني أنا بدي للأدامي علشان أنا حابة بديله هي عاطفة هي حاجة ربنا مداني واختزة لجوية بطلحها البناء ده من قدامي أنا مش عارفة بديه له ليه فيها سخاء فيها عطاء فيها حاجة كده من الله في الله أيها فأول ما تلاقي عشان أعرف إن دي كل ده مش حب الحقيقي ولازم البنت تحديداً أنا بعتبر إن الأنسة هي الميزان الحقيقي للعلاقة لأنها أرقف مشاعرها بعتبر إنها أكثر ندوجاً من الرجل على فكرة في العلاقة العاطفية والحب فهي لازم تعرف كيفية انتقاء الشريك اللي هو فعلاً بيحب مش اللي أخدها عشان اشتركوا في القناة